ازايكم? عاملين ايه? اهلا بكم في قناتكم قناة هلبي ميت وين ومع فيديو جديد ايه افضل اه سبع منصات زي منصة البيكو وقع سابقا اللي شغالة واللي بتدفع وما زالت تدفع حتى هذه اللحظة تابعونا ولكن بعد الفاصل اهلا وسهلا بكم من جديد وعوضة بعض الفاصل وطبعا الترتيب اللي نتكلم عنه ده خاص بقناة هلبي ميت وين اه طبعا اه حسب احنا شايفينه الافضل بالترتيب كده مع بعض اول منصة معنا اقم واحد وهي طبعا المنصة الافضل حتى هذه اللحظة وهي منصة وهي منصة معنا وكلنا بيكسب منها وكلنا شغالين عليها فاقم واحد اتنين بالنسبة ليا انا انها شايفوا الشغال كويس جدا وهي منصة وطبعا احنا شغالين عليها ايضا وشرحناها في القناة وفي اكتر من فيديو اثبات الصحب لهذه القناة وكانت شغالة كويس تمام ومهامة بتكون كتير جدا وبدأت تزيد في مهمات في الفترة الماضية ومهمات بقى تزيد بشكل عالي جدا في هذه المنصة وهو منافس قوي لمنصة بعد كده منصة اسمها اشتغلنا على شوية وسبناها بس منصة كويسة وبتدفع الناس يشغال عليها حتى هذه اللحظة اه طبعا تأتي بعد كده منصة مهمة جدا وهي بنسميها وهي اه طبعا انا مش تغلتش عليها بس في ناس كتير جدا شغالة عليها ولا اثبات موجودة على النت وتقييم بيكون عالي جدا لهذه المنصة وتعمل على ايضا الهاتف المحمول وهي منصة بنسميها اه بعد كده تأتي المنصة الفرنسية اللي بنسميها اللونة اه طبعا اللونة دي منصة فرنسية بتعمل على اه طبعا اه في مهام مهمة جدا ولكن اساسية هي اه طبعا بالنسبة لهذه المنصة مهمات مهمة جدا في هذه المنصة لانها بتاخد فلوس بتكون عالية قوي بالنسبة ليه بعد كده للمواقع والحاجات ده كلها اه طبعا المهام هنا انت بتسجل وايميلك ونازم تكون اه من اه دولة فرنسا فانت بتاعك هتخلي فرنسا اه طبعا هتسجل وطبعا المهمات هتجي لك من خلال الايميل يبقى انت لازم تكون فرنساوي او انت بتعمل تنصليشها للصفحة بتاعتك باللغة الفرنسية الموقع ده فرنسي بس شغال وبيدفع بشكل عالي قوي والصحب منه على من خلال البيبال ولازم يكون بيبال المفاعل ما فيش ادنى مشاكل منصة مهمة جدا بنسميها لنا اه يمكن ما حدش تتكلم عنها على المستوى ونحول انا اشتغل عليها لا وهتنفع ان اشتغل عليها اه طبعا بدون اي حاجة هنقول لكم عليها ان شاء الله لان لها اه باع كبير جدا في قنوات اليوتيوب الفرنسية بتتكلم على هذه المنصة بشكل جبير جدا وقد تكون افضل الموجودين ولكن اه لسه هنشوفها اه طبعا خلي يعني اللي حب ان هو يشتغل عليها خلاص ما فيش ادنى مشكلة بس مش تنسوا اسمها هذه المنصة وهي منصة اللونة آآ بعد كده يأتي المنصات فروسية آآ اللي هي منافسة لموقع ولكن طبعا آآ طبعا اقل شوية في المكسب والمهمات اقل سنة بسيطة من موقع ولكن على ده بيكون كبير جدا ما اول منصة معنا هو هي منصة وكلامت عنها في آآ القناة بتاعتنا ولها فيديو ووجود في القناة بتاعتنا احاول اصاب لكم في صندوق الوصف المنصة اللي تأتي بعد كده وهي منصة بنسميها آآ تمام دود بي زاد آآ دي طبعا ايضا المهمات ويتعمل موقع روسي آآ لها مهام كتيرة جدا 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 ويستحب منه على البيير آآ وسوق مبلك ايضا السحب منه على البيير وهي من المواقع الروسية المهمة جدا جدا جدا. آآ يأتي بعد كده الموقع الاخير اللي احنا بنسميه ده من المنصات المهمة جدا اللي بتدفع وما زالت شغالة حتى هذه اللحزة يبقى دول افضل منصات. يبقى كده الترتيب تاني آآ طبعا موقع راكم واحد. اتنين يأتي موقع رابد وقر. بعد كده عقام تلاتة. وبعد كده وبعد كده يأتي الموقع الفرنسي العالمي المشروف جدا في فرنسا. آآ له بعكبير جدا سوق من المنصات المهمة جدا. كذلك بيدفع حتى هذه اللحزة. كذلك ودي اهم المنصات. بالتوفيق طبعا للجميع. آآ ممكن في الحلقات القادمة وممكن في الاسابيع القادمة نتناول بعض هذه المنصات التانية اللي انا ما اتكلمتش عنها بحيث ان احنا نزود الدخل بتاعنا بالتوفيق طبعا للجميع. والسلام عليكم وحتى الله بركاته مع السلامة. اشتركوا في القناة